بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم فارس أو فارس أوفيشل مقطع جديد مقطع اليوم رح يكون هل تم تقالة هاسي من تدريب الناد الأهلي وهل صحيح الأخبار اللي انتشرت عن عودة ملعب الأمير عبدالله الفيصل في دير بجدة الأسبوع القادم هذا كله ان شاء الله رح نتعرف عليه في حلقة اليوم قبل بداية المقطع وقبل ما بدأتكلم عن جميع الأخبار أتمنى إذا كنت جديد على القناة تشترك كل يالي باقيين لنا فقط 50 مشترك ونوصل 100 ألف متأكد لو كل شخص اشترك رح نوصل هذا الرقم اليوم بالراحة الشيء الآخر يضغل ترى لك ونوصل هذا المقطع ألف لايك ونشر المقطع في كل مكان وللإعلان والتواصل رح تركلكم جميع حسابات في مواقع التواصل تحت في التعليقات وفي الوصف وخلونا نبدأ في مقطع اليوم ونبدأ في الأخبار اللي عندنا طبعا عندنا في حلقة اليوم تقريبا موضوعين حابب أركز عليهم ما عندنا موضوع ثالث الأول هو عودة ملعب الأمير عبدالله الفيصل والثاني يتعلق بإقالة هاسي وفي نفس الوقت مربوط بمبارات الاتحاد والأهلي الأسبوع القادم إن شاء الله أول خبر عندنا هو عودة ملعب الأمير عبدالله الفيصل بعد ما انقطع هذا الملعب ما يقارب الثماني سنوات ثمانية سنوات تسع سنوات وساروا أنديت جدة مرة يلعبون في الشرائع مرة يلعبون في أنديتهم وبعدين افتتح ملعب الجوهرة وساروا يلعبون فيه وهذا القصص كله أنتم تعرفونها الآن رسميا ملعب الأمير عبدالله الفيصل جاهز 100% لاحتضان أولى المباريات بعد انقطاع جدا طويل وتشير آخر الأخبار والمصادر أن وزارة الرياضة كانوا مخططين من فترة طويلة بالاتفاق مع الاتحاد السعودي أنه يكون افتتاح هذا الملعب في القمة والديربي اللي راح يقام بإذن الله نفس هذا اليوم الأسبوع القادم بين الاتحاد والأهلي الصراحة راح تكون في ذكريات جدا جميلة مع افتتاح هذا الملعب كلنا نتذكر أنه أجمل أيام الاتحاد كانت في هذا الملعب وأيضا الأهلي أحد أجمل أيامه برضو كانت في هذا الملعب ولكن نكون صريحين مع بعض يعني في الفترة الأخيرة الأهلي أفضل فترة ولو كانت في الجوهرة حقق الثلاثية تحسر الفريق كثير وصاروا منافسة على لقب الدوري في كل موسم عرفتوا كيف لكن الاتحاد هو اللي فعلا له تاريخ كبير مع هذا الملعب حقق دوري الأبطال مرتين لذلك الاتحاد عنده انجازات تاريخية مع هذا الملعب وممكن هذا الموسم نشوف انجاز اتحادي بعد غياب وانتطاع 11 عام على اللقب الدوري منتظرين للمباراة لسبوع القادم الآن نروح للخبر اللي بعده وهو يعني موضوع جدا مهم وموضوع الكل يتحدث عنه إقالة هاسي هل فعلا تمت إقالة هاسي من تدريب النادي الأهلي ورح يكون فيه مدرب بديل له قبل مباراة الاتحاد طبعا كل هذه الأخبار غير صحيحة انتشرت أخبار في الأيام الماضية أو أمس تقريبا أنه إدارة نادي الأهلي بالفعل بدأت تبحث عن البديل واتفقت مع أحد الأشخاص بسرسة ما أعلنوا عن الاسم وهذه الأخبار كلها غير صحيحة أبدا إدارة نادي الأهلي قررت إعطاء المدرب بإذنك هاسي فرصة أخيرة أمام الاتحاد في حال قدر المدرب أن يثبت نفسه ويفوزه في هذه المباراة فرح يعطوه ثقة ورح بإذن الله يساعدوه ويدعموه في حال المدرب لم يثبت نفسه أبدا فالإدارة الرسمية رح تقيله ورح يجيب مدرب جديد وبإذن الله رح يشرف على الفريق في أول مباراة بعد فترة التوقف كثير منكم يطالب بصالح المحمدي لكن أنا حابة أوضح لكم أن الكابتن صالح المحمدي مشغول بتدريب المنتخب السعودي للشباب المدرب حقق معهم كاس العرب وقريبا عنده بطولات قاررية مهمة جدا لذلك أعتقد صعب نوعا ما أنه يطلع حاليا من المنتخب ولكن أنا كأمنية شخصية أنا مثري مثلكم بالعكس أتمنى تواجد مدرب كبير مثل صالح المحمدي في الفترة القادمة مع النادي الأهلي ولكن أنا أقول لكم أصبروا وخلونا شوفوا شرح سير في مباراة الاتحاد العلمة أعطيكم معلومة على السريع شفتها من أحد المصادر الموثوقة المتعلقة بالنادي الأهلي أكد أنه الأستاذ ماجد النفيعي حريص جدا على قراءة جميع الأراء وأكد أنه قبل جولتين من الآن مدر بالنادي الأهلي بقرار من الأستاذ ماجد النفيعي كان ماشي ولكن فيه شخص وإحنا ما نقدر نذكر اسمه اتدخل وقال للأستاذ ماجد النفيعي أعطيه فرصة وبإذن الله أنه راح يكون قدها وفي حال ما أثبت نفسه ذاك الوقت أقيله أعتقد أنه كثير منكم عارفين من هذا الشخص وأنا شخصيا عارفه فاللي ما عارفه أنا أقول الله يسامحك يعني ترى الأمر جدا بسيط وواضح أعتقد أنه مهم إعطاء بإذنك هاسي فرصة أخيرة أمام الاتحاد ليش؟ لأنه بإذنك هاسي أمام الاتحاد التاريخيا ترى مواجهاته جميلة جدا بإذنك هاسي أمام الاتحاد التاريخيا لعب ستة مواجهات نعم لعب ستة مواجهات يوم كان مدرب للنادي الرائد وكلنا عارفين أنه النادي الرائد ما عنده هذه العناصر المميزة بكل أمانة وصدق ولكن بإذنك هاسي لعب ستة مواجهات أمام الاتحاد خلال هذه الستة مواجهات انتصر الاتحاد في مواجهة واحدة فقط من بين هذه المواجهات الست بينما تعادل الفريقين في أربع مواجهات وانتصر الرائد في مواجهة وحيدة نوعا ما الإحصائيات جيدة نكون صريحين مع بعض الإحصائيات جيدة أنك تكون أنت مدرب للرائد أمام نادي قوي مثل الاتحاد وتحقق هذا النتائج المميزة نوعا ما نعتبره شيء إيجابي ولكن السؤال هل أنت تقدر تحقق هذا الشيء مع النادي الأهلي أو لا شخصيا أشوف أنه هذا المدرب لو يمشي على هذا التكتيك وأنا ودي كمان أنتو يا جميع متابعين هذا المقطع تعطوني رأيكم تحت في التعليقات حول هذه التشكيلة تكون تشكيلة الأهلي أمام الاتحاد كالتالي خمسة ثلاثة اثنين ما هي الصراحة تشكيلة نوعا ما أنه ضعيفة أو فيها خوف لا أبدا بالعكس تشكيلة مناسبة جدا للفريق بحيث يكون عندك خماسي دفاعي يغطي المشاكل الموجودة ويسد الثغرات في نفس الوقت عندك ثلاثي في خط الوسط يصنع اللعب للثناء الهجومي لأنه الصراحة أجل ناحة الأهلي ما أثبتوا نفسهم أبدا وفي النهاية عندك مهاجمين يقدرون يشكلون الخطر على دفاع الخصم نبدأ في التشكيلة حراص المرمة محمد العويس أو محمد الرباعي واحد منهم وأنا أفضل العويس صحيح الحارس في المباراة الأخيرة غلط ولكن هذا ما يخلينا ننكر أبدا ما قدموا العويس في المواسم الأخيرة للنادي الأهلي أمامه الثلاثي الدفاعي الثلاثي مكون من هؤلاء الثلاثة دان كليرو وعبد الباصط اللي قاعدين يقدمون مباريات جيدة في الفترة الأخيرة بجانب فهد الحمد اللي ياخذ أول فرصة له راح تكون له حافز كبير أنه شد حاله ويقدم أداء جيد فالظهير الأيسر أليوسكي وهذا أمر مفروغ منه ويكون ظهير هجومي يرجع يعني يدافع وفي نفس الوقت يهاجم بشكل جدا كبير ويكون هو الصالع الرئيسي في هذه المباراة ظهير أيمن يكون عندك محمد المجحد ويكون نفس أدوار أليوسكي هجومية ودفاعية من نوح الموسى علي الأسمري بالإضافة للكبتن عبد الرحمن غريب كصانع لعب نعم عبد الرحمن غريب يكون صانع لعب علي الأسمري محور هجومي ودفاعي في نفس الوقت يعني يهاجم ويدافع أما نوح الموسى هو الدفاعي بحت حلو حلو وفي الهجوم يكون عندك مهاجمين عمر السومة وحسن علي أنا متأكد لو الأهل يدخل بهذه التشكيلة ما رح يخسر أبدا أوكي ممكن يتعادل بس ما رح يخسر وممكن يفوز ليش لا لأنه أنت هنا تكون غطيت كل السلبيات اللي عندك وحليت جميع المشاكل وممكن حتى إذا ما بتعتمد على حسن العلي تعتمد على حسن نداو لأنه نوعا ما اللاعب ممتاز في الإنهاء ولكن مشكلته الوحيدة في المراوغات وإلى آخر يعطوني رأيكم في التشكيلة وهل تتوقعون بإذنك هاسي يثبت نفسه في الفرصة الأخيرة أو لا لأنه إذا ما أثبت نفسه رسميا رح تتم إقالته هنا وصل لنهاية المقطع أتمنى إذا وصلت لهذه النقطة من المقطع ولست مشترك طالعك الآن شعار القناة ضغط عليه واشترك وخلينا نوصل مئة ألف اليوم واختار أحد المقطعين وعدك بالذلان أن يعجبك شكر لكم يا حبايبنا ولا تنسون تذكرون الله عز وجل